أكد رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي أهمية الدور الذي يقوم به صندوق مصر السيادي من أجل المساهمة في تحقيق معدلات النمو المرتفع في القطاعات الاقتصادية المختلفة وتحقيق أقصى استفادة من الأصول التي تمتلكها الدولة جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمتابعة ملفات عمل صندوق مصر السيادي بحضور وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وعدد من المسؤولين وخلال الاجتماع وجه رئيس مجلس الوزراء بعرض تفاصيل خطة تطوير حديقة الأسماك على المجلس الأعلى للتخطيط العمراني خلال الاجتماع المقبل له في ضوء ما سبق إقراره بشأن ضرورة موافقة المجلس على أي مقترحات لخطة تطوير الحضائق التراثية